أحبه الله ورسوله ويبحث الصحابة عن علي لم يحضر اليوم الله أكبر أين علي يشك وجعا في عينه يا رسول الله منعه ألم في عينه من الحضور في هذا اليوم أرسلوا إليه فأتي بعلي رضي الله عنه فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عينه فبرئ وكأن لم يكن به وجع صلى الله وسلم وبارك على الصادق مسح النبي صلى الله عليه وسلم عينه فبرئ وكأن لم يكن بها وجع أو به وجع وأعطاه الراية فقال علي رضوان الله عليه كما في رواية مسلم على ما أقاتل القوم يا رسول الله قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن قالوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى وفي لفظ البخاري قال على ما أقاتل القوم يا رسول الله قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلأي يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم لأي يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وانطلق علي بن أبي طالب أسد الله الغالب والبطل الفاتح وسرعان ما على هتاف النصر الله أكبر خربت خيبر الله أكبر خربت خيبر وفي السنة التاسعة وسامحوني على سرعة الطرح والإلقاء لأن الموضوع طويل جليل حافل بالبأساء والضراء والشدة والرخاء كما ذكرت أقول في السنة التاسعة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغزوة تبوك في جو قائض شديد الحر تصهر الحرارة فيه الحديد بل وتذيب الصخور والحجارة بل وتكاد الأشعة المنعكسة على الرمال أن تسرق الأبصار يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك لمناطحة الصخور الصماء هناك في أرض الروم ويخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه ويخلف النبي على نسائه وأهله علي بن أبي طالب وهنا يغضب علي وأتألم رضوان الله عليه وهو البطل وهو القائد وهو الفاتح وهو المقاتل وهو المجاهد ويذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان أحرم من المشاركة في هذا الشرف تخلفني في النساء والصبيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعده الله أكبر لا لا اسمع دي تاني اسمع دي تاني وتالت وخلي بالك عشان تعرف الدنيا كلها أننا نضع علي رضوان الله عليه في مكانه ومكانته ولا نقلل البتة من قدره ولا من شأنه بل نثبت له ما ثبت بالدليل الصحيح من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم بل وفي كتاب ربنا جل وعلا يقول صلى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعده يا لها من كرامة ويا لها من منقبة أيها الأفاضل لا أريد أن أطيل النفس مع الإمام في حياته الأولى لنخلص سريعا بسرعة الأحداث المؤلمة التي تنزف دماء وتتمزق أشلاء لنستخرج الحق من بين ركام الباطل فأنا لا أسرد قصصا ولا حكايات أرويها إنما أقدم عظة وعبرة للأمة وأقدم دروسا تربوية لشبابنا وأقدم قدوة للحكام والعلماء والرجال والنساء نعم تعالوا بنا أيها الأفاضل لنستخرج الحق من بين ركام الباطل لأن الموتورين والمنافقين والمجرمين قد سألوا سؤالا خبيثا وقالوا أين كان علي يوم حاصر الثوار المنافقون والموتورون المجرمون بيت الخليفة عثمان رضي الله عنه بل ومن هؤلاء الموتورين من اتهم علي رضي الله عنه بالتواطئ مع هؤلاء من أجل الخلافة وظنوا أنهم يتحدثون عن رجل من أهل الدنيا ممن لا يعنيهم إلا أن يصلوا إلى الكراسي الزائلة والمناصب الفانية ممن يعتقدون أن الغايات تبرر الوسائل وأن كل وسيلة مشروعة ما داموا يصلون بهذه الوسيلة إلى غايتهم ولو كانت حقيرة محرمة لا لا هؤلاء رباهم الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول يا مسلمون إذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه ومعلمه فتصوروا أنتم كيف يكونوا اقتباس هؤلاء الأطهار إذا كان المعلم هو المختار صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان كل منهج في العادة يترك طابعه وبصماته الحقيقية التربوية على من يتربون عليه فأرجو أن تتصوروا كيف تكون البصمات وكيف يكون الطابع إذا كان المنهج الذي تربى عليه علي وأصحاب رسول الله قرآن وسنة ما هذا الذي تقولون وما هذا الذي يهرف به أولئك ويزعمون ويدعون أين كان علي؟ كان عليهم بالمدينة بل وخرج علي رضوان الله عليه وقد اعتم بعمامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مع سبعمائة من الصحابة فيهم الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والزبير بن العوام وأبو هريرة وغيرهم وغيرهم خرجوا إلى عثمان رضي الله عنه وعلى رأسهم علي بن أبي طالب وقال علي يا أمير المؤمنين مرنا فلنقاتل والله لو أذن لهم عثمان لقاتلوا ودافعوا عنه رضي الله عنه لكن عثمان كما فصلت بالأمس مأمور بالصبر وبعدم القتال ومبشر من النبي بأنه مستشهد ومبشر من النبي بأنه في الجنة ومأمور من النبي أن لا يخلع قميصه الذي قمصه الله على هو القلافة وقد فصلت ذلك فلما قال له علي مرنا فلنقاتل يا أمير المؤمنين فوالله إني لأرى القوم سأقتلوك فقال عثمان الصابر الحيي التقي النقي الأواب الكريم قال أقسمت على من لي عليه حق أن يغمد سيفه وأن يرجع إلى بيته فما أحب أن ألقى الله جل وعلا وفي عنق قطرة دم لمرئ مسلم بل وأمر عثمان رضي الله عنه خدمه ومواليه أن يغمد السيوف وأن لا يقاتل أحد ورفض عثمان رضي الله عنه طلب معاوية أن يترك المدينة وأن يذهب إلى الشام ليحميه وقال لا أختار بجوار رسول الله بديلة ورفض عثمان رضي الله عنه وأن يرسل إليه معاوية جيشا جرارا من الشام وهو الوالي الممكن هناك في الشام خشية أن تزدحم الطرق على أصحاب رسوله في المدينة النبوية من المهاجرين والأنصار فعثمان بن عفان عملاق ما عرفت ولن تعرف الدنيا له نظيرا ولا مثيلة ضحى بنفسه من أجل أن يحفظ الخلافة مكانته ولو تنازل عثمان رضي الله عنه عن الخلافة كما يدعي البعض لظن كثير من الناس أن الخلافة ألعوبة فليخرج كل من شاء في الوقت الذي يشاءون على إمام المسلمين المبايع المختار ليخلعوه أو ليقتلوه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى أحد من الناس إلى نفسه أو إلى أحد من الناس وعلى الناس إمام فعليه لعنة الله فاقتلوه فصبر عثمان رضي الله عنه كما فصلت بالأمس وعاد علي بن أبي طالب ممتثلا أمر عثمان رضي الله عنه ولم يقاتل وهو الصادق فيما يقوله لعثمان رضي الله عنه أرضاه وعاد إلى المسجد فطلب الناس منه أن يصلي إماما قال لا والله والله لا أصلي إماما والإمام محصور ورفض أن يصلي الإمام علي رضوان الله عليه إماما بالناس وعثمان بن عفان محصور الشاهد قتل عثمان رضي الله عنه ولو انتظر المجرمون المنافقون أياما قليلة لمات عثمان عطشا وهو صاحب بئر رومة التي لزالت ماءها تجري بالماء العذب الفرات الزلال للصحابة من المهاجرين والأنصار ولا حول ولا قوة إلا بالله مات عثمان رضي الله عنه وحدثت فتنة من أروع الفتن وحدث حادث من أخطر الحوادث الدامية في تاريخ الإسلام كله في تاريخ الإسلام كله لأنها سابقة ما حدثت قبل ذلك أن يحاصر المنافقون والموتورون والمجرمون بيت الخليفة واقتلوه بدعاوى باطلة فنتها بالأمس وأن أتحدثوا عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه شاهدوا أيها الأفاضل قتل عثمان وأصبحت المدينة تحت وطأة هؤلاء الإجراميين المنافقين من قتلة عثمان وظلت المدينة النبوية خمسة أيام وأميرها الغافقي قاتل عثمان هل تتصوروا معي هذا وهنا خرج الصحابة جميعا من المهاجرين والأنصار وقالوا لا يصلح لها إلا علي لا يصلح لها إلا علي أي للخلافة والحق والحق أقول والحق والحق أقول والحق والحق أقول أنه لم يوجد على وجه الأرض حينئذ من هو أحق بالخلافة من علي رضوان الله عليه فأذعن علي لرأي المهاجرين والأنصار ورأى أنه فرض عليه أن يقبل هذا وبايع الناس علي رضي الله عنه اسمع له إلا حضرتك علي ده بايع طلحة علي وبايع الزبير علي وبايع الناس في المدينة النبوية علي خلي بالك من التأصيل ده بايع طلحة والزبير وكذب من ادعى أن طلحة والزبير لم يبايع علي رضي الله عنه كلا